طاقتك يا برج القوس يعني في عندي شوية لخبطة فممكن تكون يا برج القوس مهتم بحياتك العملية او ممكن تكون في عندك مسئولية او مرتبط او يعني في عندك شغل فالشخص اللي انت بتحبه او بتفكر فيه انت حاسس انه بمر بمرحلة من اللخبطة او الانفصال او حاجة فيها وقت اختيار بالنسبة له فممكن تكون شايفوا انه روحاني او انه بيتواصل معاك روحيا لانه فعلا بيتواصل معاك روحيا او بشكل عالي كمان والشكل والشخص ده باين انه في الوقت الحالي او واقف مستني ومنتظر الوقت المناسب علشان ياخد خطوة وهو حابب يعمل توازن وحاليا هو مشغول بحياته المادية كمان يا برج القوس طلع لك اه ورقة يعني راح نشوف ورقة النصيحة لانه بشوف انه عند علاقة بالقراءة اه ها بتقولك انت دايما تتقفي ربنا وربنا بيوجهك ازاي وعارف انه ربنا اللي بيوجهك يعني انت محتاج تخرج وتتفسح اه وتفرح وما يعني ما تتوقفش عندي كده وبتعيش حياتك فالورقة بتقولك لو حد مثلا طلب منك انك تتكلم فما تتكلمش حد تتفكر بكلامك هل هو كلام منطقي حقيقي فيه رحمة لطيفة اواضح عندي يا برج القوس انك اه هاي الفترة بتفكر كثير كمان الشخص اللي انت بتفكر فيه ده بيمره بظروف يعني ظروف صعبة كمان عنده انشغال قامل يعني هو مشغول كثير وطلعك له ورقة بتقول اه يمكن فيه اشياء واقفة بيناتكم واقفة بين علاقتكم او ممكن حتى انكم تكونوا فيه علاقة زوجية وانت متعلق في الوضع هذا والشخص ده ممكن يكون فيه علاقة فعندي طاقات كثيرة كمان طلعلك ورقة يا برج القوس بتقول لازم انت تركز في الورقة اللي طلعولك بخطوات صغيرة ولكن خطوة خطوة هتلاقي في التغيير كبير حصل يعني بخطوة صغيرة منك رح تلاقي في التغيير كبير حصل فالشخص ده طلع له ورقة بتقول اه اه انه انسان طيب وروحاني جدا وانسان مهتم بالناس اللي حواليه وهو مش فاضي يعني مشهول مش فاضي يهتم بنفسه هو بيهتم بالناس اللي حواليه او بشخص معين وغالبا هتكون انت لانه طالع لورقة انه بيفكر فيك كثير اه ها اوي وكمان هو بيفكر انه لازم يهتم فيك لانه حاسس انه اه مدلكش الاهتمام اللي انت تستحقه وما كانش وما كان بيهتم بيك الفترة الماضية كمان هو عارف وحاسس انه انت وشايفك كمان انه انت انسان طيب وقلبك حنون وحاسس جواته انه فيه صداقة عميقة جواتكم انا انا بحاول يعني اتكلم بلغة تفهموها لانه لهجتنا احنا اه صعبة لهيك انا عم حاول اه اشرح للكم بلغة تفهموها كمان عمشوف انه اه 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 فيه حاجة فيه حاجة واقفة بينكم واقفة بين الارتباط تبعكم فممكن تكونوا انتم من بلاد مختلفة يعني بلاد مختلفة طوائف مختلفة او ممكن يكون واحد فيكم متزوج وحتى لو كنت اتكلم لو كان اه اه لو كان صحيح رح يكون اه فغالبا حيكون هو وممكن يعني يكون الاختلاف في العادات والتقاليد اه الطريقة اللي تربيت فيها المدينة اللي انتم منها فممكن تكون انت شخصيا مقبل على الارتباط او تفكر ترتبط لانه هو نفسه اه انت شايفه مرتبط فانت كمان بتفكر ترتبط ولكن انت متعلق مع هذا الانسان فيه علاقة حب كبيرة جواتك اما هو حاليا فبيحاول يزبط نفسه بيحاول يزبط نفسه ومشاعر اتجاهك فمشاعر اتجاهك هي مشاعر موضجة وكمان هو عارب انه فيه طريقة تانية يقدر من خلال انه يقرب الموضوع بيناتكم وعلى فكرة هو حدا متواصل معاك جدا روحيا وبيفكر فيك كتير طالع لورقة انه بيفكر فيك كتير وشايفك انسان اكتف كتير وصريح وواضح وبتتكلم بطريقة مباشرة اه وشايفك كمان انسان بتحب الخير كمان هو يعني شايفك انه عصب شوية ومتسرع وعايزه يتصرف بسرعة ويجي بسرعة هو عاوز وبيفكر فيك طول الوقت كذلك انت شايف انسان جميل وكويس يعني انسان جيد جدا وشايفه من عالم اخر يعني مختلف عنك سواء من بلد تانية او الطريقة اللي انتوا تربيتوا وبيها هي طريقة مختلفة عنك وانت كذلك شايفه حلو والانسان ده ممكن يكون مسافر لاني اه اه وقفت الفيديو حاولت اطلع الورقة عشان اتأكد اكتر طلع لي انه اه اه الشخص اللي احنا بنحكي عليه طلعت له ورقة انه ممكن يكون مسافر اه انسان لبلد او في بحر بيناتكم يعني هيك يعني كذلك انت شايف انه انسان ناجح وعاجبك بصراحة. كذلك عندي انه الشخص هذا خلال الشهر خلال هذا الشهر يحب دياله لك غيزيد. غيزيد بزاف يعني هيزيد كثير. وتفكير اتجاهك هيزيد. فاذا كنت فاذا كنت انت لسه لسه بتحبوا بعض وما تصريحتوش. لانه في طاقات كثيرة عندي. يعني طاقات مختلفة. او حتى اه انكم بتحبوا بعض ولكن اه ما تصريحتوش وانت حاسس اه انك حبيثو من اول نظرة. فهو بتفكر فيك. كمان في عندي في طاقة منفصيلين كمان هون. ورغم الانفصال في الحب. حتى ولسه ما تصالحتوش. فخلال الشهر ده يعني هو هيبقى داخل في طاقة الحب. في مشاعر اتجاهك. مشاعر فياضة. رح اطلع برقة اشوف. خلوني. مشاعر فياضة. ايضا في مشاعر. طلعت لكم ورقة. اتأكد. في مشاعر فياضة. كأنه مشاعر السلميذ. وانت حاليا في الشهر هيدا غتبقى مهتم بحياتك الشخصية وبنجاحاتك يعني هتحاول هيك. ونجاحاتك العملية. لاني شايفة انك عايز تستقلب حياتك. وتحس انك مش محتاج لشي واحد يعني مش محتاج لحد. وبتعمل كل حاجة لوحدك. كذلك انا شايفة انك حتطلع للحياة. للطبيعة. الطيور. تتفسح. ممكن تكون حتسافر بلد تانية. يعني ممكن. تنتفسح. او مدينة تانية. تغير جو. ولكن انا شايفة انك عايز تبقى لوحدك. تقدي وقت مع روحك مع نفسك لوحدك. راح نطلع ورقة. راح نطلع ورقة. راح نطلع ورقة خلينا شوف. راح تسئلك الورقة. اهه. هالورقة طلعت لك مرة تانية. خليني شوف. خليني شوف. يعني كأنه في عندك سفر قصير. طلعت لك وزقة سفر قصير. في خلاف يعني حول سفر قصير عندك. كمان هالورقة بتقول. اه. باين عندي انك مثل الخبط. يا برج القوس. حاسس انك مش عارف تفكر. او تحسن الموقف. الموقف ده في القصة هادي. فممكن تكون حاسس ان الشخص ده ملخبطك. مش عارف تفهمه. كذلك في ناس منكم اه بيفكروا انه الشخص هذا اه مش موجود. او بعيد عنكم. او بتشوفوه يعني كأنه اه بعيد. ما بيفكرش فيكم. يعني انتو بتفكروا هيك. او ظروفكم مش مناسبة. وانتو بتفكر انه العلاقة دي مش ماشية. كذلك ها خليني شوف. احشوف لكم الشهر هادا. الورقة دي طلعت لك تاني. شو مشكلة الورقة هادي. هادي قراءة عاطفية. مش لازم تطلع الورقة هادي. خلوني اعتقل. في فلوس جيالك. يا برج القوس. او في هدية رح تجيك. فواضح انكم خلال الشهر هادا. ان شاء الله حيكون في الانتباط بينكم. حيبقى في تواصل. حيبقى في تواصل روحي عالي بينكم. وفي كلام. اه. اه. وهو هادا الموضوع هيجي من الحبيب. يعني هو اللي حيتحرك. هو بيفكر يتحذى. فالحبيب حيتكلم معاك وحيقول لك كلام حلو. يعني طلعت لك ورقة هاي الورقة. اه. وحيعبر لك عن مشاعره. اه. ولو كان هو متباعد. او ده حب جديد. فهو برضو حيقول لك مشاعر ايه اتجاهك. والعلاقة دي حيكون فيها شفاء. كمان ممكن انتو تشتغلوا مع بعض في حاجة. ممكن تعملوا حاجة تشتغلوا فيها مع بعضكم. وتعملوا اتفاق. فاذا كنت انت زعلان منه في حاجة. اه. فالورقة بيقول لك اسبر عليه. لان الشخص ده بيحبك كثير. برد برد يعني الظروف اللي صارت. بغض النظر. هذا اول مصطلح صحيح. بغض النظر عن الشي اللي صار. لان الشخص ده حاسس انه ما كانش يعاطك اهتمام. وحاسس انه انت محتاج اهتمامه. ومحتاج انه يعطيك وقت. اما انت يا برج القوس فحتكون مركز على حياتك وامورك العملية. وحتكون اه. حيكون بينكم اه تواصل روحي. في اتفاق. في فرصة انكم تعملوا توازن وتوافق. طالع عندي انكم حتتكلموا مع بعض اه هالمرة بطريقة مختلفة. والشخص ده حيقرب اه حيقرب عليك اه بالحب. اه وانت في الفترة هذه اه متل اخبط. ومش عارف الانسان ده يعني ماذا يريده منك بالضبط. اه من رغم من انه عاجبك الشخص هذا عاجبك. وانت شايفه حاجة كبيرة. اه الكارت اه اللي طالع لي بيقول لك اه الموقف هذا انت محتاج تكون مشاعرك ناضية. ومحتاج التقة في العلاقة. واضح انه في لخبط كبيرة في العلاقة هذه. كمان بيقول لك اه في ناس اه اه كويسين يعني مناح. اذا كنت قلقان من الشخص هذا. وبتفكر اه الشخص هذا عايز مني ايه. اه لسه بيحبني ولا لا. اه اه اللخبطة دي. ليش بيعملها. ليش بيتصرف بهاي الطريقة. فانت ما تقلقش منه. يعني ما تكون قلق منه. لانه الشخص ده اه مشغول في حاجات مع اسرته. ومشغول حاجات ثانية. وهو حاسس انه مدكش الاهتمام. وحاسس انه لازم يعيد حساباته اتجاهك. لازم يعيد حساباته معك. وبيقول لك الورق هنا انت ممكن تعتمد على النصائح من الناس اللي حواليك. لانهم ناس اه كويسين. يعني جيدون. حاولوا. كويسين. وفي حد منهم حيسعدك. وحيسعدك انك تطلع من اللخبطة دي. عشان تغتاح. كمان بيقول لك الورق الشخص ده اللي انت بتفكر فيه. انت تقدر تتقفيه. وتعتمد عليه. كمان ممكن انت تكون الشخص ده. لانك شخص طيب. وانت شخص يعتمد عليه. ويقدر الانسان اه ياتق فيك. وانت قادر انك تد نصائح. فانت اه يبرج القوس الشهر ده. فتبتد تزبط نفسك. وحتبقى في طاقة استقلالية. في نجاح عملي عالي. ام شوفه عندك. كمان حتبقى ظاهر في منتهى الجمال. يا جماله يا برج القوس. هتبقى عندك ثقة عالية جدا. في نفسك. في هذا الشهر هذا. كمان اه كذلك عندي كارتين. هات الكارتين لما يطلعوا مع بعض. كمان هون. لما يطلعوا مع بعض. خلوني شوف لكم. يعني انه حيكون عندكم تواصل. روحي عالي. وحيكون عندك نوع من التسليم. هتسلم الامور لربنا. وغادي تبدأ الثقة تزيد. يعني اتقتك راح تزيد. عندك. في اتجاه الشخص ده. حقيقة. يعني بشكل عام. الشخص هذا شخص منيح كتير. برد من نظر عن العيوب وعن الشغلات اللي سواها. فهو جواته جواته شخص منيح. ومعندوش نوايا سيئة تجاهك. ولا انت صراحة. بصراحة العلاقة هذه علاقة هادئة. سواء كنت تتترحت او ما تتترحتوش بالحب. او حتى لو كانت علاقة طويلة ولسه ما تكلمتوش عن الحب. او في وضع تاني. يعني وضعية تانية. لانه هو عنده مشاكل. تانية في حياته. ودلي مخليه ضايع. مش عارف يتصرف. برد النظر انه عاقل جدا. وروحاني. جدا. انا سأقول لكم الابراج اللي ظاهرة عندي. في القراءة. عندي برج الجوزاء. برج الميزان. كمان. او الابراج الترابية يعني مش كثير. برج الدلو. دلو طلعال وقراءة. منيحة. كمان في طاقات نارية. ممكن تكون طاقتك انت. كمان في طاقة مائية سرطان عقرب حوت. في طاقة هوائية. فخلال الشهر ده. وممكن نزيد عليه شوية. حيكون في تواصل روحي عالي جدا. حيكون في تفاهم بينكم. بدل الاخبطة. اللي انتو فيها. حيبقى في شفاء. لانه الشخص ده عايز يبدك اهتمام. هو حاليا غارق في تفكير. شنو هالتفكير اللي غارق فيه. بلنا سأكد اكثر. هالملاحظة راح اقولها بعدين الورقة ده طلعت لك المرة الرابعة. خلوني يتأكل ما غاليا. الشخص ده اللي تلكم هو غارق في شغلة. عم بيفكر. مهم. عم بيعمل اختيار. لانه في طرف تالت. والطرف التالت من ناحيته هو. هو بيفكر يحسم الموضوع. ويحسم امر الطرف التالت. الطرف تالت ده. وياخد موقف من العلاقة هادي. كمان ما اجزب عليكم ورح اقولها الملاحظة. عم شوف هون في كأنه في ناس عم يبعوا الله. طالع الورقة هون. مشان حبيبهم. عم يدعوا. بصراحة راح اقولكم. عم يدعوا بالزواج. يتزوجوا هالشخص. ويعيشوا حياة سعيدة. في ناس عم يدعوه مشان حمل. يكون عندهم ولد. في مشاكل. عم شوف طاقة الدهاء طالعة هون. وما اكدب عليكم. طالعة عندي ورقة. تبع استجابة الدهاء. هذه الورقة هذي. ورقة كأنه في بتفكر وفي سفر. في خلاف حفلة السفر. هالورقة طلعت لي ثلاث مرات. سوف نرى هذه الشغلة. ولو اني خلصت. يا الهي. هاي الشغلة حلوة. لا لا خلاص خلاص خلاص. شغلتكم حلوة. قلت لكم انا عم شوف في هون في طاقة دعاء كبيرة. في عندي انا عم كملت. انت مو مشكلة. اكمل هالشغلة هذي اللي شفته. هالطاقة الدعاء. هالانسان هذي. او الانسان هذي عم يدعي. بشو. عم يدعي. اه كأنه في زواج. كأنه في اوراق. اه رسالة توصلوا من الحبيب. فانا حب خبرو. انه اه هون طلع عندي ورقة استجابة الدعاء. وكملت القراءة لاتأكد. طلعت الورقة التانية نفس الورقة. نفس الدعاء اللي دعاه اللي عم تدعيه. طلعت لي. اه ها وطلعت لي. اه الورقة. في زواج يعني في استجابة. وفي اخبار حلوة رح توصلكم. يعني هالاوراق هذي اوراق مبشرة كتير. وطلع. طلع لي الشخص اللي بتحبوه. وصب الاخبار الحلوي. وصب اه يعني ورقة الزواج. حلوني اشوف لكم. شو رح يطلع. هالشي اللي طلع عندي. اخبار حلوة. اخبار حلوة. يعني في اخبار حلوة جايلكم يا برج القوس. والله هالا. هالا. هالورقة فعلهم كتير حلو في أخبار حلوة عن الحبيب رح توصلكم فأنا حبيت شيل هالنقطة عشان القراءة تكون كاملة عندي فربنا معاكم يا برج القوس قلوا لي ايه رأيكم في القراءة وتركوا لي تعليقات عشان أعرف ايه الأخبار